اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نتراجع عن الكلمة اللي كنا نقولها قبل 11 أو 12 سنة في جعبتي أسئلة كثيرة كبيرة مثيرة وربما خطيرة تدور في خلدي إذا امتدت لنا مسيرة وفدت البحرين في حشودها الغفيرة من هم حماة هذه الجزيرة أهي يد أمينة من هم حماة هذه اللؤلؤة الثمينة لؤلؤة الخليج ما أكثر الضجيج فهذه الصحافة المثرثرة تمارس الضجيج كانت هذه القصيدة في اليوم الواحد وعشرين تقريبا من اصدار صحيفة الوسط فهذه الصحافة المثرثرة تمارس الضجيج ولولا الوسط لم تكن صحافة في البحرين وهذه العساكر المسطرة ضجيج في ضجيج جيوشهم لقمعنا مذجأنا مستوطنا كل غريب دارنا حتى إذا دقت نواقيس الوغاء لن ترى في ضجيجهم حجيج منهم حماة هذه الجزيرة منهم حماة هذه الجزيرة جزيرة لو بطش المارد في بحريننا الصغيرة لو بطش المارد في بحريننا الصغيرة أو ظفر العفريت بالأميرة وكان الاحتلال كل يقولون أنه يصير احتلال للبحرين واحد يقوم من السعودي واحد من إيران واحد يقوم من قطر نحن إن شاء الله ما يكون الاحتلال وإنما نفترض من ينقذ الوطن في أحلك المحن للشام لليمن فأنتم الوطن من هم حماة هذه الجزيرة أنتم حماة هذه الجزيرة رجالكم نساؤكم أطفالكم شبابكم وقادة المسيرة سل الكويت من بقى يقاوم غزو العراق الغاشم وأين ولا حرس الشرف من في الجنوب سطر الملاحم وألحق الهزائم بالغاصبي بل سحقه أهل هم المرتزقة من حصن الثغور بنحره الخضيب هل هم بنو الوطن أم ذلك الغريب يا وطن الحبيب يا وطن الحبيب ما الفرق كانت دولة واليوم صارت مملكة حيتانهم تكاثرت ولا نزال السمكة ما الفرق كانت دولة واليوم صارت مملكة أحلامنا تبخرت والليل ظل حالكة عهودهم قد نكثت وعودهم قد وؤدت بالله هل لا سئلت بأي ذنب قتلت بأمر من قد نسفت ومن بمن قد فتك ومن تناسى وعده ومن أدار ظهره مصار يدعى ملكة هل ذهبت دماؤنا هدر بعد انقلاب الرابع عشر وضاع ريع الحركة ما الفرق كانت دولة واليوم صارت مملكة فما ربحنا المعركة فدولتي أشجارها كبيرة جذورها غزيرة ثمارها كثيرة لكن شعبي منهكة منبتها بأرضنا وخيرها لغيرنا هذا مصير الأمركة فعائلات منهكة والمالكة في اللذة منهمكة ما الفرق كانت دولة واليوم صارت مهلكة عفوا قصدت مملكة الإخوة الأحبة الإخوة الأحبة الرواديد والشعراء لدي نصيحة بسيطة لهم إن شاء الله ما يزيدون عندما يضيق صدر الأنظمة وترى عساكر الجيش هنا ملأت كل القرى منتظمة فتيقن أن هذا الجيش ما جاء ليحمل وطن من غزاة سفكوا دماءنا واستباحوا عرضنا أو سلبونا أرضنا بل تيقن أنه جاء لقمع الكلمة ولذا جئت إليكم ناصحا أنصحوا الإخوة أن يعترفوا له مما اقترفوا ويقولوا للنظام في هدوء وسلام قبل تحقيق وتعذيب وتكسير العظام إننا نملك بعض الأسلحة هل عرفتم ما هي؟ إنها بضع حروف عاتية هي لا أناهية هي هيهات ولاءات وكلا ملهمة سطرت في كل أرض ملحمة إنها بضع حروف عاتية قالها غاندي ومانديلا لكي تحيى الشعوب الحالمة بالحسين مفعمة ومع الحرية الحمراء والإنصاف تبقى قادمة لتقود الركب يحدوها شعار الأضرحة هي هيهات ولاءات وكلا ملهمة ولتلك الأنظمة سوف تبقى مؤلمة هي حقا أسلحة هي تلك الكلمة والسلام عليكم